اسم التجربة القوة المؤثرة في زاوية الهدف من التجربة دراسة العلاقة بين الشغل وتجاه القوة عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند استخدام الأدوات أدوات التجربة ميزان نابضي كتلة مقدارها 1 كيلو جرام خيط منقلة خطوات إجراء التجربة نربط الميزان مع الكتلة بوساطة خيط ثم نقرأ تدريج الميزان في أثناء سحب الكتلة وفقيا نحافظ على السرعة ثابتة وعلى الميزان موازيا لسطح الطاولة نكرر الخطوة السابقة مع زيادة الزاوية المحصورة بين الخيط والأفق نسجل قراءات الميزان عند زوايا مختلفة متضمنة الزاوية ثلاثين النتائج كلما ازدادت الزاوية تنقص القوة المطلوبة والشغل المبذول بمقدار ضئيل ترجمة نانسي قنقر